السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد غيمينج نجدكم اليوم فيديو جديد عن سمدد ليسين سكراد كروس خطايا السبع فيديو اليوم راح نحكي عن تفاصيل تحديث اللي هو 21-12 اللي هو بتاريخ عنا 22-12 باخرين نبلش بأول شغلة اللي هو various rewards أول شي عمل لك أنه انت بال event login reward event راح ناخد هوك ورح ناخد اللي هو ديكور وستجيمات وSSR بدنز وهدولة طبعا هدولة اللي هو music إنت فيك تحط موسيقى جديدة بالتافن أو المطعم تابعك طبعا وين بنلاقيها؟ أول شي انه انت فيك تاخد تلسيف 3 kinds of holidays sheet music by opening the holiday sheet music box in your storage متل ما انتو شايفين وين الشجرة بتروحها الشجرة بتاخد الهدية بتكبس عليها بتاخد الهدية طبعا عميل لك انه فيك تعمل كل يوم مرة واحدة وبتعمل reset بعدين هي لازم كل يوم تفوتوا وتاخدوا الهدايا لمدة سبع تيام شان تاخدوهم كلهم انه ال event بس لا ينتهي ما عاد فيك تاخد الهدايا بانتبه لهاي الشغلة و special gift at the coin shop هلا بالcoin shop صار فيه 3 شغلات متل ما انتو شايفين هدولة 3 جوارب كل واحدة فيهم بتعطيه شغلة ال holiday socks طبعا لازم تصرف واحدة بلاتينوم كوين مشان تاخد هدول الهدية بصراحة ما بحس سور ما بحس الى ما بحس الى داعي التانية بتاخد هدول الهدية هدول ممكن بصراحة 20 anvil بوحدة gold coin ممكن هاي و هاي طبعا السيلفر بتاخدو هدول الى ثلاثة متل ما انتو شايفين اه خمسة gold اوكي خمسة gold و 15 silver لا بصراحة مو worth it at all هلا بنجي الى الشغلة التانية البينغو البينغو اول يوم ناخد هاوك اول مرة بنفتحها بيعطينا هاوك تاني مرة بنفتحها بيعطينا ديكور تالت مرة ديكور الرابعة بيعطينا engraving تاني مرة بنفتحها بيعطينا هدول الهدايا العادية اللي راح يكون موجودين وفي بعض الهدايا اللي ممكن تاخدوها اللي هي هي وفيها اثنين engraving stone وفيها enhanced material طبعا البينغو فيكون تجيبوه من الكوين شوب والفورت سولدرز وكل يوم فيك تاخد 30 مرة ومين ستيج اللي هو اذا بتلعب وشو اسموه مهمات اساسية بقى خلينا نجربها ونشوف نروح لهون نعمل هاي اعطونا اول هدية هاي اول هدية اخدناها طبعا مكاتبين هون ل 14 او 13 يوم معناها ممكن يكون الهدايا راح ناخدها مرتين او بعد سبع تيام يعي فيك تاخد الهدايا لمدة ما بعف الا اذا راح يكونوا مرتين راح يعطونا كل هدية لانه سبع تيام بعدين ترجع تعمل ريسيت سبع تيام او سبع هدايا ما بنعرف لسه هاي بالنسبة لا اول شغلة بنرجع على هاي نفتع على نيوز هاي البرام استيب اوب افنت خلينا نشوف البانر تبع هاي البرام طبعا هاي البرام البانر تبع راح تكون سبع استيبات بالخامسة راح ناخد بالخامسة راح ناخد و بالسابعة راح ناخد هاي البرام طبعا الهدايا اللي راح ناخدها اذا خلصنا ال 14 هنن 100 انفلز و 3 اس اس ار بدنز و 10 هامرز يعني شغلة حلوة بصراحة طبعا البانر ما فيه شي قوي جدا ما فيه شي قوي بالاساس بس اللي ما عنده دور شخصيات ساعته فرصة انه كبيرة يعطوا اياهم بس بالنسبة لي بصراحة ما عندي ولا شخصية من هون مو سيكس سيكس بالاساس بقى مشان هيك يعني مو فارق معي كله بس بلاتينوم كوين اهم شي طبعا انا عم فكر جمعون واعملون بالبث تبعي لل للتكيتات بقى ما رح عمل هلأ ولا تكيت هاي بالنسبة للبانر طبع البانر رح ناخد رح نقدر نعمل عليها مرتين يعني نعمل روتاشنين سبعة بسبعة بقى رح ناخد 2 اس اس آر قارنتيد و 2 هلبرام يعني هي 4 اس اس آر من فقط من ال درو غير طبعا هوك اللي رح اخده 4 كمان يعني انت فيك تحكي رح تاخد 6 اس اس آر و 2 هلبرام طبعا زي ما بدك تحط هلبرام على حاله بقى هي انت عندك سبعة بلاتينوم كوين اضافيين فيك تحكي بقى هي الشغلة كتير كتير حلوة طبعا اللي ما عنده هوك لا يستخدموا على هوك اللي عنده هوك 6 اس اس اربع اس اس آر مجانا يعني انت فيك تعمل شخصية توصلها للثلاثة ممكن اللي هو سبعة وايكيني بهاي الشغلة كتير كتير حلوة بننجي للشغلة اللي بعدها كاستوم بابيلر كاستوم اوكي هلا الكاستومز اللي هنين اللبس الجديد نفوت لهون شوب نفوت لعند سيكرت تريجر هدول هنين الاجداد طبعا اديش حقون 24 دولار للوحدة بتاخد لبس كامل و بتاخد 30 جيم هلا في ناس ممكن يشتروها بس بصراحة انا بالنسبة الي اذا بدي اشتري حدا او اذا عم فكر بس مو هلا طبعا اللي هو اشتري طبعا ست ايام بعد ست ايام فيك تشتريهم اعتقد بجمات هدول نواف اذا رح يكون بجمات ولا لا اللي هو انا ممكن اشتري غلوكسينيا و اشتري مونسبيت بس ملاسكلا بصراحة ما لقيتلون لازم لانه ما عم نستخدمهم بالاساس بس الى اقلت ممكن يرجع لما يجي اسكانور بس غير هيك لا بنروحة لبعدها نيو سولجر ديمين ديمين سولجر ملك اللي هو هاد طبعا متل ما تشايفين المرحلة عبارة عن هارد و اكستريم و هيل الهيل راح يكون مئة وسبعين الهدايا اللي راح ناخدها منه اللي هو سيوف والسيوف هاي بنبدلها طبعا راح اعمل فيديو خاص فيه مشان هيك ما احكي عنه كتير اول شي اذا لعبت اكتر من مرة راح تاخد هاي هدول ثلاثة كمان سوبر اوكينينج طبعا اكيد كل يوم راح نقدر نلعبها ثلاث مرات ولا المتيد خمس مرات اي يعني خمس مرات باليوم بقى حاولوا تلعبوها كتير مشان انه بدكم كتير منها بقى حاولوا تخلصوا كل يوم الخمس مرات طبعا راح نقدر ناخد هك مرتين ورح ناخد ال اوكينينج اللي هو فيك سوي خمس نجوم على طول ورح ناخد خمسة سوبر اوكينينج ورح ناخد تيكت بارت وان وهي ازا عندك اللبس راح يعطوك ثلاثة من هاي او ثلاثة من ايتش اعتقد المفروض مو ثلاثة بس هاي لا انه هو اه انه هو شو اسمه هو بيعتبر مو لبس كامل بس بيعتبر اللي هو درع بقى حاطونا الانهانس متيريال تبع الدرع وهون راح ناخد ديكور وهون راح ناخد ستة اس اس ار بيتنز وكووس ومواد تبع شياطين وانهانس متيريال وهون راح ناخد خمسة عشر هامر وخمسين انفل واو والله حلوين هدول غير طبعا السندي نشوف شوفي كمان شي تاني ببيولار حكيناها هذا التريو اوكي اللي بعدها اللي هو بنفوت على كروث افنت اللي كروث افنت فيه متل ما توشايفين التريو اعتقد لازم تلعب فيهم او ايوا تلعب بهدو بتيم معين ممكن اول ثلاثة بتيم معين بعدين او اخر تنتين بتيم تاني راح ناخد سندي ورح ناخد كووس بقى بصراحة هاي يعني عادية ما في شي واو فيها ليش هاي العلامة طالعه مشان الله روح هو مشان الله روح هو كيوان شوف شو كمان فيه هولا دي سلبريشن افنت حكينا عليه ايه الكود طبعا اراد انا معامل فيديو كامل عليه بقى روح وشوفو شان تعرفوا الكو الكود وفي اخر شغلة اللي هو اللي هو الشو اسمه اللي هو اللي هو البندلات الجيدة البندلات الجيدة بصراحة في منهم حلو خير روح نشوفون شوب برشيس بندل اول واحدة طبعا مو مهمة ابدا هاي او مو منيحة ابدا هاي ممكن الواحد يفكر فيها سب اثمانية دولار تاخد ستة يعني كانك عم تاخد عم تاخد تنتين اس اس ار كانك عم تاخد تنتين بلاتين كوين وعشر جيمات بقى هاي ممكن الواحد يعني يفكر فيها لان كيك انت اعتقد فيك تسوي واحدة بثلاتة بثلاتة ان فيك تعمل لفلين نجمتين وهي لا بصراحة مو كتير ستة وعشرين دولار لا بلا والله فيها ثلاتين همر هاي كمان حلوة ترى بس هاي كثير قوية بس ثمانين دولار تاخد تلاتمية جيم هلا لحنا الموجودة عنا مثلا خيرنا نشوف اللي موجودة عنا حاليا تبع اديان بتاخد مية واربعة وخمسين او مية وستة وخمسين جيم بثمانين دولار مية وستة وخمسين يعني هيك فيك تحكي انت عم تاخد اقل من الضعف بشوي بنفس المبلغ بقى اللي بيشتري جيمات ممكن يعني نصيحة يشتري هاي عرفتو كيف والانفلز هاي الانفلز هاي سفاحة عشر جيمات والف انفل بسبعة وعشرين دولار بصراحة هي حلوة هاي كثير كثير حلوة انا بتذكر كنت اشتري تلاتين جيم يمكن او تلاتين دولار اشتري مية وخمسين انفل اولا مبلشت اللعبة اشتريتها مرة او مرتين بقى بصراحة هي كثير كثير حلوة هدول هنين طبعا البندلات الحلوة وطبعا بصراحة كلهم بيستاهلوا الا تباع تباع الستيب اوب اللي هي هاي تباع هالبرام ما بتستاهل الباقي كله بيستاهل خلينا نشوف في الكون شوب شو في اللي حكينا عليهم شايفين تشتروها مرة بيكون في جوات هدول الثلاثة هون نفس الشي وهون نفس الشي ونصيحة مني لا تشترو الدي البنجو هدولة الا لا حتى تستنوا الاخر يوم ويكون ناقصكم بعدين تشتروها لانه اغلب بالظن انه انت راح تقدر تخلص صالح وبتلعب يعني نظامي بتلعب كل يوم بشكل مستمر ايه والشخصية الجديدة اللي نازلة هون دير ياري الخضرة هلا هاي بدك مننا نسخة واحدة فقط مشان تاخد اللبس منها بس اذا عندك ياها لا تتاخدها لان هلا ناطر لحتى جلوكسينيا يجي لهون بعد المحاولة تبعا بارح انه نقدر نطلعه ما قدرنا نطلع الاخضر لاني بدي على الاقل واحد منهم مشان نقدر اخد اللبس تابعه اليو ار انه حرام يروح علي لبس يو ار بقى بنشوف لسه معنا اسبوع كامل بنشوف ممكن يطلعنا بارتو تيكيت ممكن يطلعنا شي نقدر ساعتها نحاول نقدر نطلع جلوكسينيا بس اذا ما قدر تطلعه لاخر يوم لا ممكن اشتريه بصراحة بعشر كوينات مشان اخد اللبس انه انتهيك ساعتها انت عم تاخد لبس يو ار مساخينه نشوف هون انت اليوبس اليو ار عم تاخده ب اربع وعشرين دولار مع ثلاثين جيم ايه بثلاثين جيم خين نقول مثلا حقه خمسة عشر دولار خمسة عشر دولار انت عم تاخده مجانا من الشوب بلا ما ادفع خمسة عشر دولار لا باخده مجانا من الشوب اللي هو الكوين شوب ولا راح لاحظه شوي لا موجود ليكو موجود عرفتو كيف بقى نصيحة مني يعني اذا بدك تلعب بك لوكسينيا بيوما ما اشتريه حاول تاخد له اللبس هلا هيك اعتقد اعتقد حكينا على ال event growth event 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 حكينا عليها gift exchange shop الاعحرص Ana ايش افنا notice حكينا عليها now open نحكينا على كل شي طبعا ممكن الشغلات اللي لا تنسوا انه تفوتوا على الترنمنت تفوتوا لهون تاخدوا الجمات تبعكم حسب من فايز اعتقد هل تقمس عليه لا من هون اعتقد كانت انه تاخد الجمات اللي انت فيزت اذا انت مختار سيتين او اذا انت مختار كبوكي حسب انتم مختارين تاخدوا الجمات تبعو بقى بس هون بنكون وصلنا هذا الفيديو طبعا اليوم ارجع ان تكون سمتعتوا فيه اذا سمتعتوا فيه لاستعبوا لايك للفيديو اشتركوا على بالقناة عشانكم كل جديد مني بشوفكم اخر فيديوهات تانية مع السلامة